شمال قطاع غزة مهدد بأن يتحول إلى مقاطعة عسكرية مغلقة وفق خطة الجنرالات التي يشرف عليها الجنرال في الاحتياط غيور آيلند وهو يعارض قيادة الجيش ويعرف بأنه منظر الحرب على غزة ويستعين به نتنياهو ويستشيره منذ بداية الحرب لكن ما هي هذه الخطة التي وفق عليها عشرات الضباط ووضعت بيد نتنياهو للموافقة عليها أولا إجلاء أكثر من 450 ألف مواطن فلسطيني من سكان شمال القطاع إلى جنوبه وهذا الرقم حسب مكاشفته بلدية غزة للعربية وبعد الإجلاء سيتم تحويل المنطقة الواقعة شمال محور نتنياهو الذي يفصل جنوب القطاع عن شماله إلى منطقة عسكرية مغلقة لإبقاء المنطقة خاضعة للسيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة هذا المقترح العسكري سيتم تنفيذه خلال أسبوع واحد فقط وبحسب الجنرالات الخطة تستوفي قواعد القانون الدولي لأنها تسمح للسكان بالنزوح من منطقة القطال قبل فرض الحصار أما المرحلة الثانية من الخطة فتقول بعد الانتهاء من شمال القطاع تنسحب الخطة نفسها على بقية أنحاء القطاع لتوضع هذه المرحلة النهائية من الخطة تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية الكاملة أيضاً ترجمة نانسي قنقر